موسيقى موسيقى عقدت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي مؤتمرا صحفيا تحت عنوان الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد المصرية تقييم الأثر على التشغيل وحضر المؤتمر كل من وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي ويوسف القريوتي رئيس منظمة العمل الدولية وناقش خلال المؤتمر سبل خلق فرص عمل للشباب فضلا عن إقامة مشروعات استثمارية وخدمية نشطت مؤشرات البرصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بدعم من مشتريات المستثمين للأجانب والتي وجهت المبيعات المحلية والعربية وعلى صعيد حركة الأسهم القياسية ارتفع مؤشر الرئيسي EGX30 نحو 19 من 100% كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 9 من 100% وزاد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بواقع 8 من 100% والآن إلى أخبار الرياضة بعد فاصل